موسيقى إذا بنا نحكي عن الشلل الدماغي فهو التسمي الكبير اللي بتندرج تحتها الأثار والنتائج المترتبة على ضرر معين حاصل للدماغ أثناء طور نموه هذا الضرر قد يحدث خلال فترة الحمل أو خلال فترة الولاد نفسها وحتى خلال فترة ما بعد الولادة طبيعة هذا الضرر الحاصل وميسته داخل الدماغ نفسه أنه ما بيتغير مع مرور الزمن يعني التلف داخل خلايا الدماغ نفسها ما بتتأثر إنها تزداد سوء أو إنها تكون أحسن مع مرور الزمن ولكن الأثار المترتبة عليه والمنعكسة على القدرة الحركية للطفل هي اللي بتتغير مع مرور الزمن اشتركوا في القناة